السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان معكم أحمد اليوم بهذا الفيديو سأحكي كمان موديل دخول على اليورو دولار على ترابط فريمات الخمسة عشر دقية دقية يعني على لو تايم فريم تمام يتكرر كمان عنا هذا الموديل على اليورو دولار طبعا أنا علمتكم الاندوسمنت وتعلمنا البول باك الحقيقي وطرق لتشينج أوف كاركتر كيف تصير تمام يا أخوان الشيف بالمعنى الحربي نحن دوما ناخد من أقصى الاتجاه وننزل لمحله سواء عنا بريك أوف ستركتشور تشينج أوف كاركتر أي أن كان حقيقي نحن من اعتمد عليه أوكي يا أخوان طيب أنا عندي بهي النقطة طبقة الشروط على تشينج أوف كاركتر أوكي فنحدد هون التشوك وبعدين منا ندخل طيب يا أخوان أنا نازل هون عندي آخر اندوسمنت في هاي المنطقة نحن مثل ما حكينا سابقا من الانتظر ياخد الاندوسمنت لحتى ندخل تهون بذكركم يا أخوان بشغلة مهمة أنه هذا الفيديو برعاية منصة XSense للتداول من أفضل المنصات خصوصا بسبات السبريد في قلة السليبيج في السحب والإيداع السريع جداً إضافة لأنه إذا سجلت فيها بتستفاد من توصياتنا المجالية إضافة لأنه بتاخد معنا الكورس مجاناً كمحاضرات لايف تحضر معنا طيب خلونا نكمل الفيديو هذا أخر منطقة عنا هو الاندوسمنت نحن منتظر ناخد الاندوسمنت وعندما ناخد الاندوسمنت منصر نفكر في الدخول حسناً بعد أن الكتذiresي في المنصر هنا منطقة هائية المنظمة حسناً هذاyang تتيجروا الاندوسمنت مثل ما أوضحينا مختلف على سبب تعجب الاندوسمنت إخبار الاندوسمنت وأنتم观 looking at the اندوسمنت عندما نأخد الاندوسمنت محتى طرحänderنا بلحال نستدق twin وعندما نتحدث عن الاندوسمنت منصر على مناطق جايات لإمكاننا إذا كانت نقدم الاندوسمنت مناطق P-I أو مناطق الاهتمام point of interest تمام على الاول منطقة عنا ذات اهتمام هاي الشمعة شمعة المؤسسات تمام ليش واضحة شمعة بزيل سحبت اه جميع سيول اه الشموع التي تسبقها هي شمعة مهمة لاننا وحكينا عنا بفيديو سابق تاني منطقة عنا يا اخوان ممكن تكون هاي المنطقة هون هاد ال order block تمام ليش تطبق على الشروط منطقة اخر شمعة معاكس الاتجاه تسببت في كسر اوكي هلا هون ما عنا اي شي صالح للدخول ما عنا اي منطقة صالح للدخول اذا مناطقنا هاي المنطقة وهاي المنطقة ممكن يكون عنا في هاي المناطق تمام هاي المنطقة ممكن نستفاد منها ولكن خلونا نشوف شو يصير معنا طبعا يا اخوان نحنا محط تنبيهات بهاي المنطقة بهاي المنطقة ومننتظر السعر يوصل لأحد المناطق نحنا هنشتغل على فريم الخمسة عشر دقيقة يعني لح ندخل من فريم الدقيقة اوكي طيب لحننتظر السعر نشوف لأي اللي هيوصل لأي منطقة منهم طيب خلونا نشوف ان السعر وصل لهاي المنطقة تمام لمس هاي المنطقة قبل ما تشوف انت اي شي بس متى ما وصل للمنطقة تفورا عفريم الدقيقة لك تبحث عن الدخول طيب اوكي طب نحنا صرنا بهاي المنطقة مدور على شيفت عنا هاي اخر شمعة صعادة كسرتها هوا تمام خصوصا لو نبدل ممكن من بروكر لبروكر منشوف الكسر اوضح صار عندي شيفت ولكن نحنا عنا شرط يا اخوان في الدخول لازم يكون عندي اندوسمنت هل يوجد في اندوسمنت لحد الان لا خلونا نشوف طيب يا اخوان مجرد ما كسرت هاي المنطقة صار عندي هذا اندوسمنت اوكي هذا صار اندوسمنت اذا انا بدي انتظر السعر لا ياخده لا صار طيب نشوف السعر تأكد عنا بنقطة تانية صار هذا الاندوسمنت طيب يا اخوان هنا بنحكي على فريم الديا طيب السعر اخد الاندوسمنت اين مناطق الدخول عندي اول منطقة عندي بهاي المنطقة طيب يا اخوان ستوب بي هون تمام وتاني منطقة يا اخوان هاي المنطقة اللي سحبت السيولة تمام هاي المنطقة اللي سحبت اخر منطقة اذا انا عندي اوردرين بعلق اوردر بهذا المكان وستوب بي اعلى هاي القمة طيب يا اخوان وعندي اوردر بهذا المكان استوب بي كزا يكلمر اعلى القمة تمام هاي اعلى القمة هدفي وين اول هدف انا فيني اثنين لواحد سكر النص وخلي الستوب مكانه وكمل ما عندي اي اشكال تمام سبت هاي المنطقة عندي طبعا لسه ما تم الدخول وهدا في وين هدا في اولا البوست تمام بهاي المنطقة عندي هاي في اربعة لواحد وعندي هاي تقريبا في اشرين لواحد تمام يا اخوان طيب شوف انه تنفزوا الوردرين يا اخوان تقريبا صار عندي اا اربعة وشرين ريشو تمام يا اخوان كذلك الامر انت عندك امرين يعني ممكن تسكر امر هون تترك امر مسلا معك بهاي المنطقة كونه تغير الاتجاه يعني ممكن ترفع الريشو تبعك يعني مثلا شكنا انه تمانا وتلاتين طبعا هاي الامور انت بتقدرها يعني حسب رؤيتك للشارت حسب النزول اللي بتشوفه تمام يا اخوان هدا كام موديل هي تكرر على اليورو يو اس دي ما بين فرايم الخمسة عشر داية والدائع تدخل بطريقة احترافية تعليل ريشو عندك بشكل كبير جدا من اي مناطق تمام الاهم هو تحديد الاندوسمنت بشكل صحيح وتحديد الاندوسمنت بشكل صحيح كان معكم احمد والسلام عليكم